يا كرامة مالك يا بنت اليومين دول نجمك بقى خفيف قوي دعينوا صابتها يا حجة والله طب قربيني منها أقرى لها أيتاني حصنوها ما تخفيش دي الحجة إيدها كلها بركة روح عمل لها كوباية تليو حا قرب مني قرب مني علشان أحصنك تعالي تعالي لما رئيك لا إله إلا الله مالك الملق يعز من يشاء ويزل من يشاء وهو على كل شيء قدير بتبصيلي كده ليه خايفة مني حد يخاف من ستة عجزة من صابة في دراحة ومحبوسة في كرسي بعجل تعالي تعالي مرئيكي من وسوسة إبليس ومن التهيقات اللي عندك ربنا يكفينا شر المستخابة اشتركوا في القناة 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 معاين علي طلب وطوابير هذا وعلشان بقى الاصل الالماني ده يجيبلي تامنه لازم الخلطة دي هي الحال لازم اخلطه كبير وهنعمل منها البرشام كمان بضاعة بيور نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا بس بشارت تفتح اسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة على قد ما توسع على قد ما يكون نصيبك اتطمنوا البضاعة اللي ازاي دي مش محتاجة ولا تتسوى وانا تفتح لها اسواق هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه الناس مش طيقة نفسها مش عايزين يفوقوا عشان ميشفوش انه بيحصل حواليهم نحن بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية لا تتسوى هذا الناس لا يحتاج أي مستخدام انه مستخدام في كل مكان الناس بدأت مستخدام لا يريد أن يأتي ونرى العالم لذلك سوف نجعل ذلك لنجعلهم مستخدام ويقول لهم انه نخلي الناس متكيف على الاخر الناس ستكون مستخدام مستخدام أفندينة أفندينة فتح الأسواق مهمة بردو أفندينة أنا ابتديت فعلا وفتحت بواب رزق الناس كتير تدوني انتوا بس البضاعة واسبوا لي للمزاق مزاق لقد بدأت مستخدام ويقوموا بكثيرا مع المماركة للتعلم لقد أعطيتني الناس ويقوموا بكثيرا أفندينة أنتوزا ماجيكال بلند يتوب علينا ربنا أفندينة أنتوزا ماجيكال بلند المطرة دي مهرة وعايز أخيكال بفعيح لم يلتسالك يا شفاع ملحطان ليه هوداك ما عرفش أفلا فوخي ما فكثة عريبة بنتي إيه يا جدع انت دي مرات المعلم ما انتاش حمل قلم لم المعلم الكبير ولا من الصغير لا كبير ولا صغير ده عايز أهود فاكر ومتقطق ومجاب أولها من أخيرها وبعدها لك يا شفاع انت السجرة دي لطشتك ولا ايه ده هي اللي طولتو شغلت المرة ايه عسكين يا جدع انت دي مرات المعلم سلامات يا معالدة دعايير كوارك وميسدش لما بتجوزها تخليص حق يجي فين هو في المعلم الغريب الله يرحمه وانت بقى الباب اللي هيسد لما بمعاك مفتاح بتخش لما بمعاك مفتاحة بجمع اليومين ده انت مش فاكل لما شفناها في الحارة وزا نهارت وكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول عادي يعني ما كانش فيه اي حوالك انت بقى مش شاكل انا مش شاكل ولسه هشوف يا بمخي بنيتان ماشي يا عم مش شغف والا عياء خيبة خليكي قاعدة كده زي الهبل انا يا اختي مش عارفة انت مستنية ايه لما يتجوز عليك التالتة ولا الربعة تلاقيكي قاعدة مستنية لما يرميكي في الشارع بالهدمة اللي عليكي وهو داير يتفسحلي ويقضيلي شهر العسل وانت قاعدة كده عملا تكلف نفسك لما بقتي حتة جلدة على عظم يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ستة علشان تحافظ على بيتها وجوزها ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها الخوف مش من العروسها الخوف من اللي دايب على عتابتها يا هبلة رمانة الرقاصة انت نسيت ايه هي دي اللي صحيح يخوف منها انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتأكد مش يمكن وهيتبقى ورقة في ايدك لما سي خامسي يرجع تقوم يضربها لكورسي في الكلوب وننكد على العروسة ونخلص من الجوز استني ده عنوانها ومكان شغلها روحي وشوفيها واتأكد ان الكلامي مصبوط اه يختي حتروحي لها وحتقفف وشها وتروحي ابعادي عن جوزي يولاية يا هبلة دا حقك بس خد يبالك دي علمة يعني تربية حواري يعني بتلعب بالبضى والحجر وانت خايبة وما بتعرفش تنطقي انا عايزك تقفلها بعنو جباير وتهدديها عشان لما سي خامسي يرجعت ام هي تعيط له ام ايه احنا نوز العروسة ام ايه نخلص من الجوز انت عايزان انا نروح معاكي؟ من عناية الاتنين انا بعمل كل ده بمحبة واخوة بس قوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده ده نطلع عيني كده اهو عشان اجيبلك قرارة خد يبقى العنوان ده وخليه معاكي لغاية لما نبقى نروح اتفقنا؟ الطقس ملبك بالغيوم واحتمال سقوط امطار انما انا عارف ان العيل بتقول هرصات دول في الكنافة بيقولوا اي كنافة والحقيقة ان الدنيا ربيع والجوبة ديها وقفلها كل المواضيع يقفل قفل 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 انت جاي يتهزر بقى ولا على بالك الله اوه انت جاي وراكي حاجة تانية يا حبيبتي ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل وكل ست من حقها تنكد على جزء لما يسبق في شهر العسل يا حبيبتي اي حاجة تتعود إيه الا ايام شهر العسل دي؟ يا سلام انت بتقولي انا كده؟ قولي نفسك طب اعتبريني يا انت خميس بطل برود انا مجنونة وانا موت في الجنان ايه ده؟ خميس ما تستفزنيش يا حبيبتي ده انا محضرلك وردية فوسح هبل ما تحلميش بيها اسمها وردية اسمها برو جرم برو جرم؟ مش دي سندو تشد؟ معل ايه ده احنا نشيل الاول بس يا خميس ده يا خميس يا خميس تعالي انا يا خميس دي لازم تكتبت احس احس الحب هو الحل البني ادم لما بيحب بيحس ان هو عايز يشب عشان يوصل لافضل صورة علشان حبيبته وجود مريم في حيات شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته اكتر ويستقبل العلاج مش كده؟ اه طبعا كده حسك مش مقتنع؟ لا بالعكس انا مقتنع جدا لان ده الله حصلي من كم يوم رجعت البيت لقيت بشاير وطعيت حاولت اقرب منها واعتذر لها على اني مديت ايدي عليها بتعرفي؟ اول ما قربت منها حسيتها اوي وحسيت انها احساني جدا جت لأول مرة تبقى مصدقاني اوي مسمعاني اوي للأسف الشديد ان كل حاجة حوالينا النهاردة بتتسابق علشان تحبطك واول وسيلة عشان الهدف ده ينجح هو ان الحب يتحول لكلام فارغ لكماليات شيء ملوش اساسي اي حاجة ضد الحب وخلاص ياه فكرتين يا دكتورة انا كنت تربت انسى خلاص صدقني يا حضرة الزابط مبلاش هكاة الزابط دي بقى صدقني يا اثر بي يمكن الحب هو اخر شباك مفتوح في القودة الضلمة اللي احنا مرميين فيها دي ممكن حاضر حاضر يو تقبل الباب مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انت رمانة؟ انتو مين؟ ياختي مش تقولي تفضلوا الاول بدل ما تكلامي اتبعتر وتحصل مشاكل بس انا مش فاهمة برضو انتو مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهام لان انا وسطة خير المهمة تعرفي الست دي تبقى امين كرامة مرادسي خميدي افندينة انت كرامة؟ كويس الحاقي دي طلعت متطلعة على العيلة كلها بس انا برضو مش فاهم انتو عايزين مني ايه؟ اصل ولاد الحرام مخلوش لولاد الحلال حاجة وجو موزو في ودن الستة الطهرة دي وقالولها ياختي ان جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ضهراها جراحة حبيبتي في ايه؟ مالك دخل علي بزعبي بمشير كده يواش يواش بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب الملاف الساعد ياختي انتو حتوضلي قعدالي ساكتالي كده هوا ما تقول لها انتو عايزة تقولي ايه؟ ما تعملي حاجة ايه ببرود ده؟ انتو لسه حتشاملي اسكوتي خالص بتقولك بعدي عن جوزها احسنك بدل ما حتجبك بسنانها واذا كنت ياختي فرحانة بشوية الحلوة والطول اللي انت فيهم بكرة تكشي وتقددي واذا كان على مزاكسي خميس فده موزونا على الشعره جوابيته لما روحك ولما تعبينك احسن لك مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت ياك تحسبيه زي ما تحسبيه خلي يا ريز في ايه؟ الوقت شفاعة متدبقك ولا بدلك في الدرة انت اللي شوفته ولا هو اللي قال؟ اه كنا بنخمس في صجارتين كده وخرب كلام كتير كلام زي ايه ياه؟ زي يوم ما شافك في الحارة مثلاً وشوية هفلطة فارغة كده هقول ودعينه مني ولا ايه؟ بالزبط كده ماشي تشكر يا ريزي انا النهاردة بس حسيت ان انا ليا ضهري في البد انا محسوبك يا ستة مطرة انت راجل يا ريزي وانا طول عمري قدر الرجالة ومن النهاردة في خط مفتوح بيني وبينك اي حاجة تعوزها اديني بس رنة وانا اقولك نتقابل فين وازاي خدامك يا ستة الهوانة انما اقولي هو برقه فين دلوقت واحد اتنين تلاتة اربعة اهلا بس معينة اهلا بس عينة اهلا بس عينة اهلا بس عينة اهلا بس عينة خدامك Waish قبل اول و ليعنوا مiverư انا الصعيد جمه بأسيط اللي قدينا واللي عدينا يتك 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 وما لو بينا اللي قد قلها أنا من هنا اللي عدينا اللي ردينا اللي عدينا اللي ردينا يتك 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 يلا عالمزمان اه 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 ا اشتركوا في القناة 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 انا قلت حلاقيك في المطار ارجع كمان البيت ملقاكش؟ بيجد؟ سفرية ايه دي؟ اشتركوا في القناة ماشي بس لازم تيجي الليلة باي يا حبيبي طب يلا امي بقى جاهزي نفسك عشان نروح على البيت ولما هو يرجع من السفر يبقى يجيلنا بيقولك يا خميس ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت انجيزي بقى عايز اشوف الحاجة وحشتني اصلاً ع حاجتي هتاخد وقت طويل شوي بليز يا خميس والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم ماشي ماشي يا بنت الباشا ماشي ماشي طب قولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي خلطة جديدة عاملها أفندينة حيروشها في السوق ويبدورها في كام يوم سرها مع أبو السفرينة السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا أستاهل بقى اللي في الشنطة دي وكل الكلام ما ياكلش لا 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 يا كل حد ما يزور بالهنوش الله يهنيك بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية اني نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص لا ده كلام تاني محتاج روءة وروآن أحلى عيشة وأحلى روءة وأحلى روآن من المعلم النوح للمتر بدران طب معلمت هتسيبه البيت مش كده؟ لما أخذ معلم أنا بس ألك أنا هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين فرعي الصحراوي م حراوي بقى مبني في الأنان بس لسا قدما شوي وعلا ما تخلص هاعد في بيتي لي في المزرعة فكرت تاني لا لا محتاج لي من دون كل قرش لا لا ما انت هتعمل اشنا تهم يا معلم ما ليه؟ لا اهنا بس عشان اجيلك معلم هناك يعني ونقعد مع بعضينا ونروه الأماني ونتبح لنا توصيل من دول ومش بيتهاكل برضه يا معلم اه وحتى كنا عملت تحرياتي وجبتلك المفيد بس كله بتمنه وانا تحت أمرك وبعرف ازاي اقدر الرجالك نبقى متفقين يا معلم عارفت يا معلم؟ اجمل حاجة في المتر بضران انه مش مالي بتعيدهم يا بضران لا دا احنا متعرف على بعض بس يا ترى عارفوك وحشتيني يوم وحشتيني معلش اتأخرت عليك شوية عند البشر على الله تكون توفاق كده ولا الرحلة جات بفايدة كل فضل دعواتك يا حاجة يا عسل الحمدلله على السلام يا فاندينا الخال الخال جبتلك اللي اعلم الدهبية وحشتي وحشتي مو كمان وحشتي تعال سلمي يا شوء الحمدلله على السلامة يوه ما تحب عليها فاندينا يا بيت ولا نسيتي كمان وحشتك يا شوء كمان كمان كل حاجة في البيت ده واي حاجة وادعوا بقى كل حاجة في البيت ده وادعوا كل يوم في البيت ده وكفنوا العافش ده ياه ورفضوا طرابة كسرة على هدومكو ومجبن نزيلها البيت الكبير ورعزين نروح البيت الكبير يا خال نظيف نظيف يلي تبقى ما موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة المترجم للقناة اشتركوا في القناة لا تشم ريحة الموت في كل الركن هنا وخلي كل البراح ده اديق عليك من الخرم ابراه وكل فتلف عبشو كفا لروحك وبيني وبينك ايام حطول خميس ايام حطول ايام حطول فتنة فتنة ما قولنا ما تشعليش في الحبال الدايبة اخرتها كسر نفس وقط مرقبة ما صدقتنيش انتي بتتكلمي على ايام عن حبيبي القلب يا حبيبتي اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لاصله بقولك ايام بتسبيني في حالي والنبي محالك ده يا بنت اللي تعبني وقاهرني انتي بشايفة شكلك عامل ازاي لا بتاكلي ولا بتشربي حتى قوضبت كمان ما بقيتش يذكر فيها ودول الوقت مش على قلي في البلكونة انا عايز افهم انتي بستنية اي تاني باخد نفسي يوم بلاش اخده كمان بستنية شوية هوا يفتحوا صدري ويديوبوا الطلج اللي على قلبي يا بنت المفوض الجوازة دي فوقت مش تخليك بالشكل ده ده تعودك لسه اخضر ما شاديش حيل في الدنيا عايزة في طعيم ادري بادري ليه يوه ود القضة تايبه هالك كمان انت يا بيت انا باتكلم معاك يا بيت انت انت يا بيت لا حول ولا قوة الا منها انت شايفاني يا بيت ده رايحة على فيه لا حول ولا قوة الا منها انا مش هكلم معاك بالراحة يا جماعة مش كده بتزعقوا ليه مش عاكبها كلامي يا مرحميني هو انت فيه حد مسلطك علي شاف البيت بتقول ايه؟ عايب بقى عايب كده الجيران كلها سامع صوتكو دلوقتي بتا شايفوا الشابة عامل ازاي؟ ده اتمقت بقى زي اللقمة روح يبالبنا حاجة نشربها روح تعالي يا بنت فتاعتي تعالي عايزة في حقيقة هكلمك كده ايه دي ايه دي شوفي بقى يا بنتي انا بصراحي العبار بابا انا مش حاملة النصايح ولا انا قد مواعز امي مكافياني من كل ده بصراحة كده امك خايف عليكي امي مش حاسة بيه انا تعبانة مخنوقة مش طيقة روحي ولا طيقة اي حد حسوا بقى بيه شوية بصدقيني يا بنتي امك عندها حق وبعدين حكاية جوازة خميس دي خلصنا من جوازة خميس سبوني بقى في اللانا فيه والله العظيم والله العظيم قلبي بيقولي ان البيت دي فيها حاجة بنتك مجروحة يا موفوتنة وقلبها مكسور موسيقى 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 هي اعمالها عمالة تقفل كده زي الدمنا الكار ده عالي موش خميس ومنوح وخلاص الكار ده مافيا مافيا كبيرة قوي لها ألف دراع ودراع مادة في كل حتة وطيلة دي كل شبر في البلد ولعبة السلم والتعبان اللي بين خميس والنوح دي وراء ناس كبار كبار قوي علي عشان ننقل وده من بيته لبيت ده وده لبيته القديم وإحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش داريانين بأي حاجة يا فندم يا فندم احنا نجحنا في القبض على أوقار كتير ونيابة خرجت كام وافرجت عن كام ما ترد يا فندم يا علي إحنا كرجال أمن دارسين وعارفين يعني إيه أمن مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس أمني عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم إحنا مش أنبية يا علي مش أنبية تعرف يا علي إحنا ليه حس بالفشل عشان اكتشفت أن النص اللي قبضنا عليهم العالة الضريبة منهم ضحايا والغلابة تجار الكبار طيحين في البلد محدش مهتم بيهم سايبينهم حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الآخر تجار سريحة وبير سلم يدخل لما أخذها مع عليك باشا خير يا سيد في واحدة يا فندم عايزة تقابل ساتك برا قلت لك شسناية إيه الواحدة دي مش عايزة تتكلم من فندمة لما تخش لساتك خليها تدخل تحت عمرك يا باشا يا باشا أنا أول مرة أشوف مع عليك بالعصبية دي تعبت يا علي فتهابت خلاص ونفست قطع السلام عليك يا باشا السلام عليك يا باشا وحادتك مش فاكرني أنا مرات مغوري مرات مغوري يا باشا أهلا وسهلا كنت عايزة حادرتك في كلمتين كده طيب سيدنا الواحدين دلوقتي علي علي سيدنا الواحدين دلوقتي تحت عمرك ابعت حاجة ساعة مع العسكر اللي على الباب ملوش رزونه يا باشا ملوش رزينه أنا عادي عادي أنا جاي أقولها هجاك كلمتين وهمش على طول هو مش مغوري في أجاز اللوقتي مغوري بيدها يا باشا وهيضيعنا معاه لحمر هي كمان يا باشا يعني ساعتك فهم يا باشا ما عندهاش دم تصدق باشا كل شوها طلبات 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 وبعدين يا باشا حضرتك أعرف البير وغطاها يا باشا أكيد حكاة مش حكاة فلوس يا مغوري لازاك أنت وامراتك ممكن أنت أضواب الموجود وممكن كمان تنا منصباتنا وتبوسوا قديك ووش وظاهر وتحمدوا ربنا ومتشلوش هم بكرة وترموا كل حمولكم على اللي خلقكم لأ لأنا متأكد منه يا مغوري إن فيه حاجة أنت بخبيها علي صح؟ يا رولية دي علتلك يا باشا بالظبط إيه ولية ديها؟ اسمها مراتك يا بني هذا مراتك أولاً مراتك ما قلت ليش حاجة مراتك عارفة إنك عاملني كبيرك عشان كده كلمتنك أشوفك تثبتلي بقى إن منها كبيرك بجد فاضفة لي فتح لي قلبك يا باشا فاضفة أقول إيه بس تلسة بتضرب المدعوق ده مشكلة باشاً إيه؟ سعر غلي ولا شاحح في السوق؟ يا ريت على كده وبس يا باشا ثم اللي إيه؟ أقول إيه بس يا باشا أولاً نسيبك من حكاية باشا دي بقى مغور أنا بعملك على إنك أخوية خد سجارة العفة باشا امسك ثانياً ما تخافش وراتك خذت العيال وراحت عنده اختها وبين وبينك كده أحسن عشان عرفة قد ودي معاك في الكلام افتح لي قلبك بقى مغوري اقول لي على كل حاجة ممكن أساعدك عدد الحيلة باشا وعرف الشغل لما أغذى يعني باشا قسمة الوسط طول النهار هي اللي رميتني على الهباب ده عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني لما أغذى يعني يعمل له واجب يعني بس حتى كفاهم يعني عشا واجب إيه؟ انت بتعمل واجب براني؟ باشا أنا بعمل جواني عشان أعمل براني ما قادش بيجيب معاك نتيجة ها؟ اللي أولة باشا كنت باخد ربع الحبايا ببقى عديد دلوقتي باكد حبايا اتنين تلاتة مفيش فاين ميحة اللي هلالة ما بتبصلي بحس إنها بتحتقرني بتجنن هم قايم طايح فيها هي والعيال حبايا وطلين وثلاتة وميحة ميحة باشا عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا تضربوه دا ايه؟ جاتكم ستين نيلة عال 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 التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهكش نفسك والله يا دكتور ريء نشف معاها لا رد يتاكل ولا رد يتشرب لا 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 جديداً لازم تأخذي بالك كويس قوي من قصة الأكل دي إن ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبل اللي جاي عشان مين؟ البيبل اللي جاي مبروك انت حامل في أربع أسابيع حامل؟